اشتركوا في القناة للمشاركة في الاستحقاقات القادمة وكانت مراسم الاستلام قد جرت بديوان مجلس المفوضية بحضور رئيس المفوضية عماد السايح والنائب الاول لرئيس مجلس النواب فوزن ويري انطلق اليوم الخميس الاجتماع الوزري لدول جوار ليبيا في العاصمة السودانية الخرطوم وذلك لبحث مستجدات الوضع في ليبيا وتعقد المحادثات في اطار الاجتماعات الوزرية الدورية لتنسيق المواقف والسعي الى تسوية سياسية للازمة الليبية ويرأس الاجتماع وزير الخارجية السوداني الدردير محمد احمد وبحضور المبعوث الاممي غسان سلامة الى جانب وزراء خارجية ليبيا وتشاد وجزائر وتونس بالاضافة الى كبار مندبي الجامعة العربية والاتحاد الافريقي والمبعوثين الفرنسي والايطالي دعت ممثلة الاتحاد الافريقي الى ليبيا امير الفاضل الى تضافر الجهود على المستويين الافريقي والدولي لتنظيم مؤتمر الليبي جامع للسلم والتصالح جاء ذلك خلال كلمة للاتحاد الافريقي في اجتماع دول وجوار ليبيا المنعقد في العاصمة السودانية الخرطوم وضفت الفاضل ان مهام المؤتمر تشكيل حكومة انتقالية جديدة ووضع خريطة طريق محكمة لتنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية بعيدا عن الاقصى بشراكة مع الاتحاد الافريقي والامم المتحدة وبالتعاون مع الجامعة العربية والاتحاد الاوروبي اكد المبعوث الاممي الى ليبيا غسان سلام الخميس تسرب عناصر من المتطرفين من دولة النيجر الى الجنوب الغربي من ليبيا في الاونات الاخيرة جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية الاجتماعي وزراء خارجية دول جوار ليبيا المنعقدي بالعاصمة السودانية الخرطوم واعرب عن قلقه من المعلومات الواردة حول تورط المجموعات القادمة من النيجر في العمليتين الارهابيتين التين وقعت ببلديتين الفقهة وتزرب دون ذكر تفاصيل اضافية واوضح سلامة ان المشاكل التي ضربت الهلال النفطي اخيرا واشتباكات طرابلس الاخيرة تستوجب وقوف اطلاق النار والحماية المدنيين والتوصل الى وقف اطلاق النار لتعزيز وحدة المؤسسات الليبية وفق تعبيره افادت مصادر مطلعة بوقوع ضربة جوية بمنطقة اللعونات التي تبعد 120 كيلو مترا عن مركز مدينة غات واكدت المصادر المحلية للتناصح بان الضربة استهدفت تجمعا يعتقد بتبعيته لتنظيم الدولة حيث ينشط في المنطقة يذكر ان المنطقة تشهد بين الفينة والاخرى ضربات جوية من قبل القوات العسكرية الامريكية في افريقيا وتستهدف قيادات وعناصر تابعة لتنظيم الدولة انتهى الموجز الى اللقاء اشتركوا في القناة